السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة التعلم مع محمد قاسم الفيديو خاص بحل كتاب التقنية الرقمية لصف الأول الثانوي مصرات اخذنا في الجزء الأول وحلنا في الجزء الأول نكمل بقية الحلول بالنسبة لمادة التقنية الرقمية لصف الأول الثانوي مصرات كما أقول في كل فيديو لازم الأول تحاول انت تجاوب بنفسك إذا لم تعرفت ممكن تلجأ للحلول الموجودة في الفيديو عشان تعتمد على نفسك وتكون الحل في الامتحان أسهل لك حتى تعتمد على نفسك هذا التدريب الأول وحدة المعالجة المركزية لشريحة المعالج وحدة ذاكرة الرئيسية وحدة ذاكرة الوصول العشوائي وحدة ذاكرة الوصول العشوائي جهاز الانتخال هي لوحة المفاتيح جهاز الإخراج الشاشة بنية أنظمة الحاسب أجهزة الإخراج الذاكرة الرئيسية وحدة المعالجة المركزية أجهزة الإدخال تخزين كل من البيانات والتعليمات الذاكرة الرئيسية تنقل بيانات التعليمات إلى هذه الأجهزة أجهزة الإخراج تنقل بيانات بوسطته الناقل USB تنقل بيانات التعليمات من هذه الأجهزة أجهزة الإدخال مسؤولة عن تنفيذ التعليمات التحكم والتنصيق بين الأنظمة وحدة المعالجة المركزية تنقل بذهاية المركزية وقت المركزية أدرجة أجهزة الإطلاع انحت die Bugün طبعا جميل جميع الإجابات نظام التشغيل هو جزء من الجهاز الذي يدير الموارد الموجودة على الحاسب بمثابة وسيط بين البشر والحاسب والأجهزة في النظام تعديدة البرامج هي تقنية الاحتفاظ ببرامج متعددة في الذاكرة في نفس الوقت للتنافس على الوقت في UPC وتقوم بحل جميع الأسئلة حالة التشغيل تعني أن البرامج قيد التنفيذ يجب أن يؤدي نظام تشغيل إدارة الذاكرة وإدارة وحدة المعالجة المركزية دقيقة لضمونا الوصول العادل لمصادر النظام اشتركوا في القناة هذا التدريب الخامس وهذا التدريب السادس معنا والسبع و هذا التدريب الثامن و هذا نهاية الدرس الثالث إن شاء الله نكمل بفيديو قادم مع التقنية الرقمية للصف الأول الثانوي شكرا لكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته